هذا يسأل ما ينصيحتكم لمن يتلفظ بألفاظ سيئة على زوجته هذا لا يجوز ولا يجوز الألفاظ السيئة لا على زوجته ولا على غيره ولكن في زوجته يكون الأمر أعظم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز وإنما يقول التي هي أحسن كما قال الله عز وجل يقول لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وهذا من نزغ الشيطان وهو سبيل للعداوة والبغضاء والكلمة الطيبة صدقة الشيطان لا يجوز أحسن 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 إنما لا يجوز أحسن 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 لكنه يجوز أحسن أحسن يقول أن الشيطان صلى الله عليه وسلم أحسن أحسن وإنما الله سبحانه وتعالى أقول على المنزل أعمال، وإذا أنا أقول هذا على المفتاح التي جهتها للقصة أن تكونُها إنوال الشيطان يجب أن تقويا من تأكد حجر من أجل وذلك أمال أن يكون أغلال من يجب أن يكون لذلك إنه جيد صديقة وإستقرقه